بعض أهلنا بيسيب إيديهم خالص بقى بيقولوا وكأنه بيعمل إيه بيعمل عقاب يعمل إيه بدل أنت عايزة اختيارك وعايزة تبقى راجل وكده طب يلا يا سيدي يلا يا سيدي إيه بقى يسيبوا خالص من مرة توجيه وهذا ما الصحيح ده ما يبقى أشتر به ده يبقى تخلى عن الدور فيحصل إيه فيفخل الأولاد الأساسي اللي عليه يبنوا خياراتهم في الحياة وحده يقول يا غلبتنا يسيب أولادنا؟ لا ما قلتش يسيب أولادنا وهنا لازم نروح إلى أكستريم لازم نقدم النصيحة فيه فرق من تقديم النصيحة وأفضل الأباء هو اللي بيعرف الوقت اللي بيتحول فيه إلى مستشار مش إلى مدير ولا إلى رئيس لكن الامتة هيتحول إلى مستشار تعويض أولادنا يا سادة على الاختيار واتخاذ القرار من صغرهم هو اللي بيحصنهم من القرارات غلط اللي بيكون من باعها في بعض الأحيان التمرد والعناد وهروب من الضغط اللي عليهم شوف الجمال اللي عملوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أنس شوف حضرت النبي هو بتكلم عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يقول على سيدنا الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فعتين كلام واضح إنه هو بيبشره بإنه هو هيقدر ياخد قرار ويقدر يتعامل مع كل القرارات اللي عنده بشكل صحيح وبشكل فعال أكبر دعم لندوق أولادنا هو إن إحنا ربيهم من صغرهم على إن الاختيار مش رعب إن الاختيار مساحة محترمة مهمة مساحة محترمة يعني محترمة خصوصيتها مساحة محترمة يعني كل الناس هيشوفوها ويحترموها ويدعموها هي مش مساحة مرعبة ما تعلموش أولادكم إن الاختيار مرعب إحنا الاختيار كان مرعب عندنا لإنه حاشنا الخوف خلوا أولادكم يحسوا إن الاختيار ده طاقة إنسانية وإن الاختيار واللي بعده هو ده الحياة الحياة هي اختيارات والإنسان فيها بيعدل وبيحسن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنوا وفوق كل ذي علم عليم لما ربيهم على إن الاختيارات والقرارات الصغيرة يعملوا إيه؟ يقدروا ياخدوا الاختيارات الكبيرة طب نعمل إيه بقى؟ يسؤال إيه بقى أضمن من إيه أنهما يختاروا الأنسب وما فيش دمان على فكرة بلاش حكاية أضمن من إيه أنهما يختاروا الاختيار للأنسب هوما فيش دمان أنت وعيالك بينادئ الله أنت عبيد فالله خير حافظاً وأرحم الراحمين ولازم ننفي مخاوفنا طب نعمل إيه؟ عندي ثمان نقاط كده ممكن نعملها والثمان نقاط دي ثمان إجراءات ممكن نعملها عشان نقدر نحاول بقدر الإمكان أن نحن نخرج من هذه المتاعات أول حاجة ببساطة خلص دائماً وأبداً حرصوا على أن كنتوا تسمع أولادهم فتفهموهم زي ما ما بيتكلموا وتتفهموا معهم فتعرفوا دوافعهم وتتفهموا معهم إذا اختلفتوا وده أكبر باب سعيدوا مع الحسن للاختيار تاني حاجة أعلموا أولادكم قراءة الحياة قراءة الخبرات علموهم أن الماضي مصدر للحكمة مش الماضي سلطان على حياتهم اللي جاي الماضي باب مفتوح يتعلموا منه بل الإنسان وعلى النفسه بصيرة لازم يتعلموا قراءة الحياة لو عايزين تخدموهم معلموهم قراءة الحياة مش علموهم أن فكركهم هو الحياة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات اللي يقول للألباب هو دو والمسابل على فكرة مش محل للخوف المسابل ده مش غامض ومش مخيف لكن المسابل محل المدد لله سبحانه وتعالى دايما نقول لأولادكم كده إن الذي يستقبلك في المستقبل هو الجميل الله هو اسم المستقبل لأن الله يستقبلك فيه علموا أولادكم يستقبلكم بإيه بالمدد علموا أولادكم أن كل حاجة دي ثلاث إجراء كل حاجة لها معيار ربوا أولادكم على أن في ميزان في الأشياء وأنهم لازم يبقانهم معايير والموازين على رأس الموازين دي هي الموازين القيامية علموهم أن في أولاد أدوات بيوزنوا بيها ومن خلالها يستطيعون أنهم ياخدوا قرارات بشكل صحيح من أهم الحاجات دي حتى لو أنكم تعلموهم أبسط حاجة من هما وصغيرين من هما وصغيرين على فكرة نقول من هما وصغيرين تعلموهم فيه شكل كده للتحليل اسمه سوات أنالس تعلموهم يبصوا إزاي لنقاط القوة في الأشياء ونقاط الضعف والفرص والتهديدات وتعلموهم معهم لأن في بعض الناس وسط ولسن كبير ما يعرفوش يعرفوا إزاي يقيسوا الأشياء ولا يوزنوها و أنا بحيلكم كمان أن أنتم تشوفوا الحلقة اللي أنا تكلمت فيها عن معايير الاتزان الخامسة الكلام عن الجدوة والكلام عن الجدية والكلام عن الجدارة والكلام عن الجودة والكلام عن كمان الكلام عن الجمال رابع إجراء خلوا أولادكم شركاء معاكم في صناعة القرار قرارات البيوت أنتم يعني تربوهم أعملوا مورش عمل أنتم قرارات البيت عندكم شركوا أولادكم وعيالكم فيها شوروهم على فكرة الحكاية دي بتخرجوا منهم أحسن ما فيه سيدنا حباب المنظر لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في غزة البدن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم باختيار موقع آخر لمعسكر كان بناء على مشاورة رسول الله فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه أمن هو الرأي والحرب والمكيدة حضرت النبي قال له إيه بل هو الرأي والحرب والمكيدة فأشار على رسول الله فانتصل المسلمون بمشورة رجل خمس حاجة شجعوا أولادكم على التجريب التجريب بيخليهم يعرفوا زواتهم أكتر فيقدروا ويختاروا بشكل أفضل والتجريب على فكرة بيعلمهم فن إتقان المسافات بين إرادتهم وإدارة الحياة المسافة دي مسافة محترمة مسافة مليانة مدد من ربنا علمهم يستثمروا كمان نعم الله ويشعروا بمدد الله سبحانه وتعالى وده شئ مهم جدا جدا سادس حاجة رقوم على تقييم القرارات اللي بياخدوها كل مدة من المدة دي يقيموا قراراته يكون ده شهر يكون تلاتة شهر فيكون عنده تقييم فصلي والتقييم ده يكون بشكل مستمر فده يساعدهم ما يقعدوش في فخ المثالية فدائما يتحركوا لقدام يحسوا إنه ما فيش حاجة أسمعه فرصة أخيرة ربوا أولادكم على إنه ما فيش فرصة أخيرة ليه؟ لأن الكريم عنده الفرص لا نهاية له وربوا أولادكم على فكرة يعني اللي ما أنجحش في فرصة في السنة لا يعني ما يرجح في فرصة تانية بلاش تخليهم يحسوا إن المسألة نهاية المطاف وربوا أولادكم على حقيقة إن الحياة ما مناهى على الساعة لما باب يكون مغلق ولم يكون فيه رأي غيره الرأي ده مفيش مانع إنه يكون صحيح ولما بابا يكون عنده رأي وماما تكون عندها رأي وأنا عندي رأي الدنيا واسعة تسعنا كلنا كل واحد بيبص على المعنى من جهة وده ما يعنيش إن إحنا بنكره بعض لا إحنا مختلفين عن بعض ادعموا أولادكم دايما وده آخر إجراء ادعموا أولادكم دايما وحسسوهم إنكم في ظهرهم فيحسوا بالأمان يا سادة اللي أنا قلت دهت من الإجراءات التمانية دولة وكأنها إجراءات مهمة جدا لابد نعملها من الوقت حالا ليه؟ أنا أقول لكم حاجة وأنا أبي زيكم وأنا أبي بس أبي كبير شوي أنا أبي زيكم أعيز أقول لكم حاجة الوقت ما بقاش يصعفنا إن إحنا نفضل لغاية من فوق أرجوك من فوق دولاتي وضع ابنائنا وضع قطر واللي إحنا رايحله إحنا رايحله من غير استعدادة تعالوا نستعد يعني اللي حيحصل في خلال المدة القليلة في العالم كله من تغير في الثقافة وتغير في الحضارة وتغير في الحياة تيل تيل ليه؟ لأنه في الحقيقة تقلو في أنه جاي بسرعة وما تدرس أنا أقول لكم هذا الانفتاح على عصر الروبوت أنا أقول لكم ما تدرس الناس طلعين يقولوننا خلي بالكم ممكن تكون فيه أثار سلبية على الإنسانية تم تخلوا بالكم بس هو يبدو أنه بيقولك أنا شغلتها ومش بعرف أوجفها إحنا عايزين نوقفها مش عايزين توصل لنا الأثار السلبية بتاع العصر اللي جاي وعشان كده بنبني أولادنا أنهم يكونوا قادرين على اتخاذ قرارات صحيحة في أوقات مناسبة ترجمة نانسي قنقر